دكتور أحمد سابت شفت اللقاء إزاي وإحنا عدينا بنتفرج أن نتراهنت معاكم. قلت لكم المباراة النهاردة فيها قضية. أيوه. قلت لكم يعني أنا حساسي الأهل هيكسب في السؤال الأخيرة. دي حيث. الأول صحة ولا غلط مستحشين. دي حيث. دي حيث. في البداية طبعا ألف مبروك للنادي الأهلي وجمهيره. الفوز النهاردة فوز على طريقة القضية ممكن. فوز دايما بروح الفنان للحمراء البلاست تسعين. يمكن كابتن سامر تكلم على أن هم عندهم إجهات طبعا أن هم اللعبوا 3 مطشاط وراء بعض في ظرف أسبوع. يمكن هم لعبوا الأول الاتحاد. بعد كده لعبوا المصري. بعد كده لعبوا بيرامدز. دي أثرت. صفر. مبراتي إيلة برضو. أثرت عليهم أن هم سفروا برضو كتير. فدي نوعا ما دع عزر لهم في حتة الأهداف. ولكن أنا شاف أن النتيجة برضو أنت لما تحسب بقى رقميا. أنت النادي الأهلي لعب خمس مطشاط في فرية 2005. استقبل ست أهداف. ست أهداف في خمس مطشاط دي نقطة سلبية. لكن النادي الأهلي. دي اللي يشتغل عليها كابتن سامر. عنده أخطاء دفاعية وعنده مشكلة ممكن. كده بقى هداف النهار ده بقى 11. 11. النهاردة مسجلين في المقابل ده النقطة السلبية. لكن النقطة الإيجابية أنت مسجل 11 هدف في خمس مباراة. أقوى خط هجوم في الدوري. 2005 النادي الأهلي. بمعدل 2.2 من 10 هدف في المطش الواحد. والإصرار يحمد على المكساب. والإصرار طبعا والتغيرات. زي المطش المصر اللي كنا بنتكلم عليه قبل الستوديو. صح. أنه كان مغلوب 1.0 شوط أولاني. ويجع مع المصر يكسب 3.1. ممكن إحنا نتكلمنا ما بين الشوطين على التغيرات اللي كانت مفروض تحصل. إنه يحاول طريقة اللعب الـ 4.2.3.1. ده اللي حصل فعلا بنزول فارس خالد كصنع ألعاب. ويغير الجناحين أحمد عزة وأسامة أحمد عزة نحية الشمال وأسامة أحمد اللي هو جاي من مصر للمقصة نحية اليمين. وقدام زعلوك. أنا شايف زعلوك مكسب كبير اللي هو المهاجم القادم من ودي دجلة. مهاجم كويس جدا. هجام بيطع بيستخلص كورة بيلتحم هداف. محتاج بس وقت. محتاج أنا شايف أنه لسه محتاج بدنيا يجهز أكتر من كده. أعتقد أنه مع تتابع المباراة مكسب زعلوك. كذلك برضو يوسف حفيفي. يوسف حفيفي لمسيته للكورة حلوة جدا. كذلك يوسف ساد عبد الحفيز قدم مباراة هايلة. أولا معدل جاريه كويس جدا. باستخلاصه للكورة التانية. دوره مهم جدا ساد عبد الحفيز. حتى لو جبنا الهدف التاني. أنت بتزعي الهدف التاني والتالث للنادي الأهلي. هاتهم من بدايتهم خالص من الكورة من وراء. هتلاقي دور يوسف ساد عبد الحفيز في استخلاص الكورة. والتمرير الطولي من وراء. كذلك سيف أيمن. سيف أيمن اللي خرج الشوت الأول قدم شوت هايل جدا. برضو أنا شايف أن محمد رأفط كان الشوت الثاني أفضل بكتير من الشوت الأولاني. محمد رأفط سجل هدف وصنع هدف. يعني جاب جون وعمل أسست. معتز محمد النهاردة مساج برضو كورته حلوة جدا. وهداف. مهاجم يعني يعتبر هدف أحمد وحيد. ليه دور مهم جدا في التغطية الدفاعية. فالنادي الأهلي النهاردة بشكل عام كده. النتيجة بتدل على سيرو في الدوري أو سيرو في الدوري 2005 ده. أن أنت النهاردة عندك قوة هجومية كبيرة جدا. ولكن عندك يعتبر في مشكلة أو في حراسة المرمى وفي الأخطاء الدفاعية. اللي لازم كابتن سامر يشتغل عليها الفترة الجاية.